أغارت مسيرة إسرائيلية على محيط مدينة صور عند الكورنيش البحري من المدينة لنعرف سبب أو هدف هذا الاستهداف المعلومات الأولية تتحدث فقط عن مسيرة أصابت هدفا في هذه المنطقة وسمعنا سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الاستهداف هذه آخر التطورات من مدينة صور لكن كان سبق ذلك محمد مسيرة إسرائيلية محمد أصابت أو استهدفت هدف ما لا نعلم ما هو حتى هذه الساعة في مكان قريب من مكان إقامتنا في مدينة صور الكورنيش البحري المنطقة هناك التي أيضا استهدفها الجيش الإسرائيلي قبل أيام بغارة حربية استهدفت مقهن كان يتواجد فيها عدد من الشبان إضافة إلى تجمع لسيارات الإسعاف كانت متواجدة في تلك النقطة أدت إلى سقوط عدد من الجرحى هذه الاستهدافات باتت تقريبا شبه يومية محمد على مدينة صور ومحيطها وهي نقاط قريبة منها لا تبعد أكثر من 200 متر من الموقع الذي نتواجد فيه نحن نتابع هذا الاستهداف ما إذا كان دراجة نارية أو سيارة أو هدف آخر من هذه المسيرة التي استهدفت هذه المنطقة قبل ذلك محمد كان الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا استهدف مدينة صيدة وحارة صيدة استهدف شقة هناك أدى ذلك بحسب وزارة الصحة إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وجرح تسعة آخرين حارة صيدة أيضا استهدفها الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي مرتين وأيضا أدى ذلك إلى سقوط شهداء إضافة إلى ذلك محمد الطيران الحربي أغار على بلدة الغازية في قضاء صيدة والمعلومات الأولية تفيد إلى سقوط شهيد يعمل في البلدية وانتشال طفلة من تحت الركام وما زالت أيضا فرق الإنقاذ تعمل على رفع الركام والوقوف على طبيعة الوضع وإذا كان هناك أيضا بعض الأشخاص متواجدين في المبنى المستهدف إلى القطاع الغربي قضاء صور حنان عيسى هل هناك جديد حنان فيما يتعلق بمواجهات الجنوب بشكل عام؟ هل هناك اشتباكات تدور؟ هل هناك تصديات توغلات جديدة من جانب جيش الاحتلال؟ المواجهات كانت تراجعت محمد خلال الأيام الماضية اليوم مع دخول الصليب الأحمر الدولي واللبناني وأيضا قوة من الجيش اللبناني واليونيفل إلى وطى بلدة الخيام حيث كان هناك بحث عن عائلتين كانت تزالان موجودتان في منطقة الوطى بعد الدخول الإسرائيلي إليها للبحث عن المفقودين الأخبار من هناك تقول بأن الجيش الإسرائيلي تراجع بشكل تام من المنطقة لم يستطع التوغل إلى داخل مدينة الخيام وانسحب من الوطى وهي المنطقة الواقعة شرق مدينة الخيام القوات الدولية أو الصليب الأحمر الدولي واللبناني استطاعت تلك الفرق من انتشال خمس جثامين لعائلتين تتألفان من عشرين شخصاً إضافة إلى عامل سوري كانوا متواجدين في تلك المنطقة هذا خبر مهم للغاية فقط حتى نبدأه من بداياته هذه منطقة تدعى وطى لخيام هي منطقة في قضاء مرجعيون صحيح لي أرجوك في القطاع الأوسط وكان شهد اشتباكات قبل أيام رفض بعض السكان المغادرة بلغ عن عشرين مفقوداً بالمناسبة بالمصادفة فقط وجدت فرق البعتات الإنسانية خمسة جثامين بالعودة إلى أصل الخبر محمد بالدرجة الأولى المنطقة والمدينة تقع في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وهناك كانوا محاولات التوغل والدخول من قبل الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين تحديداً عندما حاول الجيش الإسرائيلي التوغل باتجاه مدينة الخيام العائلتان لم تترك وطال خيام المنطقة الواقعة شرق هذه المدينة العائلتان مؤلفتان من عشرين شخصاً وأيضاً كان هناك عامل سوري متواجد معهم العائلتان تعملان في الزراعة وتربية المواشي وفضلتا البقاء في منزلهم وبعد مناشدات محمد خلال الأيام الماضية بدخول فرق الصليب الأحمر الدولي واللبناني لتفقد العائلتان لم يسمح الجيش الإسرائيلي بذلك لكن اليوم تمكنت تلك الفرق من الدخول والمعلومات الأولية هي تشير إلى انتشال خمس جثامين مع أيضاً التأكيد بأن العائلتين استشهدوا كل أفراد العائلتين استشهدوا ولكن هناك عمليات رفع للأنقاض لانتشال ما تبقى من الجثامين وهذا يؤكد محمد الأخبار المتناقلة والتي ترد حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من تلك المنطقة وهي كانت شهدت مواجهات عنيفة جداً بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله خلال الأيام الماضية الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة بحسب ما أعلنه حزب الله من خلال بياناته والتي كان يستهدف التجمعات للجيش الإسرائيلي التي كانت تتوغل باتجاه مدينة الخيام وأيضاً الدبابات أيضاً كان هناك خسائر في الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية وبذلك محمد يمكن الاستنتاج بأن هذه المنطقة باتت فعلاً خالية من أي تواجد إسرائيلي فيها مع دخول الصليب الأحمر الدولي اليوم والصليب الأحمر اللبناني بمؤذر من الجيش وأيضاً من قوات اليونيفل وما زال العمل جار لانتشال ما تبقى من جثمين الشهداء الذين ما زالوا يتواجدون فيما يبدو تحت الأنقاط ترجمة نانسي قنقر شكرا